موسيقى اهلا بكم مع رقصة الكوبرا نسمع عن رقصة الكوبرا كيف الراجل تزمر وتفرض رقبتها وتتمايل طربا مع الموسيقى اللي بيعملها الحاوي خلونا نتفك انه في سعابين ما تسمع اي صوت عن طريق الهوى ما تسمعوا في سعابين السعابين عندها اذن داخلية كيف تسمع عن طريق الموجات اللي تنتقل عن طريق الارض طبعا الموضوع هذا مهم انه نعرفه عشان نعرف لو شوف راح بيكلم السعابين او بيزمر لها او بيزمر لها نعرف انه كلام غير صحيح ايش اللي بيصير كيف الكوبرا بتربص او بنشوفها تربص الكوبرا بطبيعتها اول ما تتعرض لخطر او تحس بخطر بتوقف بتفرض منطقة الرقبة او المنصبة زي ما نسموها الراجل بيكون عنده زمارة طويلة و بيكون في اخيرها عصايا بيحطها امام الكوبرا و بيقول احركها يمين يا سار فالكوبرا ببتلك بتحس بخطورة بتبدأ بتحرك مع العصايا على اساس انها حاجة خطرة بالنسبة لها مو على اساس انها مرسوطة و فرحانة ان المسيحة ما شاء الله بتركصها الكوبرا بطبيعتها بتوقف شوي بتتعب فبترجع بتنزل او بتكون بشكل طبيعي في الفترة هذه الراجل بيغطي السبت او الصندوق اللي حاطت فيها الكوبرا بيغطيها و يبدأ يتمنع الفلوس ليش بيسووا موسيقى و ليش بيسووا دوشة و ليش بيقولوا ان الكوبرا تركص الموسيقى وبنشوفها في عالمنا العربي موجودة في مصر موجودة في مغرب موجودة في بعض الدول بنشوف الناس اللي بتعاملوا مع الثعابين زي الرفاعية والعيساوية اللي تكلمنا عنهم في حلقة خاصة بيعملوا الموسيقى هادية عشان يجزبوا الناس الناس لما تسمع موسيقى عندهم حب استطلاع ايش الموضوع بالضبط فيروحوا يلاقوا ثعابين بيشوفوا الكوبرا بتتماية اليمين يسار في موسيقى 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 اتكلمنا في عدة مواضيع عن السعابين ناس كتير جدا بيستغلوا الناس بيستغلوا عدم معرفتهم لازم نوقف ولازم نفكر ولازم نشوف الشيء هذا صح ولا غلط لو اتكدنا من صحته نخليه في الزاكرة عندنا لو لقينا انه غلط على طول اتمنى لكم التوفيق وارجع اقول الكوبرا ما بترقص اي واحد يشوف كوبرا لا يقول بترقص الكوبرا مجرد بالدافع عن نفسها فقط شكرا لكم وتمنى لكم السلامة اعزائي متابعين اليوتيوب لو عجبتكم الحلقة وحبين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد الرجاء الضغط على زر سبسكرايب تحياتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة